المترجم للقناة 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 لكي تكتل مثلا الراير او تكتل الورد بوس او تكتل البوستات المجدد هناك غير كذا انه فيه برضو اللي هي الميشن شالنج هذا يتوقع برضو رح تكون في الميشن عندك في الطاولة يكون في ميشن رير تعطيك مثلا اشياء ممتازة والاخير اللي هي نيذر ديستروبتر المبنى هذا بيزود لك نسبة نزول النيذر شارد من الموبات بشكل اعلى غير كذا انه رح يعطيك وورد بوس موجودين في بروكينج شور بالاضافة رح يكون فيه بورتلات بتوديك مناطق مختلفة بروكينج شور ورح يكون فيه الشخص اللي تشتري من عنده الارمور كرافت اللي هو اللي تستفيد من النيذر شارد طبعا زي ما قلت رح يكون فيه كوستات جديدة اللي هي وورد كوست بالاضافة رح يكون الاتم لفل حقه رح يرفعونها من 845 رح تصير 860 ورح يضيفون كوستات جديدة فيها ارتفاكت باور غير برضو القديمة اللي كانت موجودة رح يزودوك كمان فيها الارتفاكت باور لانه الاكسبانشن جار رح يكون فيه شوية فارن في الارتفاكت باور فبيحاولوا يساعدوكم بكل الطرق انكم تفرموا ويجيبوا الارتفاكت باور بطريقة اسهل الشيء اللي بعده فيه ربيتشن جديد اسمه ارمس اوف دي ليجون فول هذا ربيتشن موجود في بروكينج شور بالاضافة فيه سيستم جديد بعد ما توصل اكزولت فيه بار جديد رح يطلع لك هذا البر اذا عبيته مرة ثانية فل رح يجيك الصندوق طبعا الصندوق هذا نفس فكرة الصندوق اللي بتاخذه من الورد كوست اللي هو متخلص اربع ورد كوست يجيك الصندوق هذا تقريبا نفس الفكرة بتوصل ربيتشن فول مرة ثانية بيجيك الصندوق طبعا هذه فكرة حلوة خاصة اللي بتنزول لك بضع حين ربيتشن بكثرة من الميشن او ممكن تزول لك ربيتشن منها تخلص كرينتور فممكن تسفيد منها عشان تاخذ صندوق كمان اضافة ممكن يزول لك فيه ليجندري ما تدري والشيالة بعده في نظام الترنزموغ اضافوا خاصية الست طبعا فكرتها انك بتشوف التائرات كلها من بداية اللعبة لنهاية اللعبة بالاضافة بتشوف غير البلف بي السيزن من بداية اللعبة الى نهاية اللعبة فبتشوف التائر او الست كامل عليك قبل ما تجيبه لو مثلا كان شكله مناسب لك بتشوف الست و بتشوف برضو من فين بينزل فهذا رح يساعدك كثير عشان تفرم الست كامل والشيالة بعده رح يكون فيه نيو انيميشن لبعض الكلاسات زي الديكي والهنتر اشكال الحركات حقوتهم رح تتغير غير كذا انه رح يعدلوا في بعض الكلاسات من ناحية دميجهم او من ناحية الهيل في بعضها رح ترتفي في بعضها رح تقل يعني نفس فكرة 7.1.5 رح يطبقوها برضو 7.2 ممكن فيه حركات جديدة رح تنزل ما ندري الى الان ما تكلموا عنا والشيالة بعده اللوبتريام ما رح يحتاج كويست لاين رح يكون فيه فرن كبير موجود في دالران بتفك الفرن بتحط القطعة الكرافت اللي موجودة عندك وعلى الطول رح يكسر لك اياه اي صراحة ممتازة وفكرة جميلة صراحة والشيالة بعده اللي كانوا كل لعيبة واو ينتظرونه من سنين اخيرا بليزرد نزلوه في الباتش الجاي اللي هو مديك تفتح كل الرسائل بضغطة واحدة ما بغوا بليزرد صراحة والشيالة بعده رح يفكون الفلايينج في باتش 7.2 طبعا عشان تقدر تطير في مناطق ليجين كلها لازم تخلص الباتفندر بارت ون قبل ما ينزل الباتش عشان تكون مستعد فتخلص أشيب باتفندر ون وأول ما ينزل الباتش على طول بتسوي الأشيب منت حق باتفندر 2 بعد ما تخلص من الأشيب منتين هذول رح تقدر تطير في كل مناطق ليجين بالإضافة رح يكونirlT رح يكون في تático لكل الكلاسات ولكل اسبك في كل كلاس apply mount اللي هو السلاح الد every طبعا صوانا عشان موضوع الفارم اللي راح يسير السلاح الليجندري طبعا راح تكلم شكل عام الارتفاك نولوجي راح يرتفع من 25 حاليا ذا حين راح يوصل لـ 40 فهذه راح يساعدك كثير انك يمديك حتى تعبي الوفيسبيك لسرعة غير كذا راح يكون فيه تريد جديد راح تكون موجودة في السلاح طبعا التريد اللي انت حاطها في البوينت الأخيرة الاليت الأخيرة اللي بيعطيك انكريز دامج أو هيلينج أو آرمور راح يشيلوها كلها يخلوني بس نقطة واحدة والباقي راح يكون عندك موجود يمديك تحطها في النقاط الجديدة راح تكون موجودة عندك في السلاح طبعا فكرة النقاط الجديدة هذي كيف راح تاخذها راح يكون فيه كوست بتسويه بعد ما تخلص من الكوست راح يعطيك شكل جديد للسلاح بالإضافة راح يعطيك النقاط الجديدة اللي راح تكون موجودة عندك في السلاح طبعا النقاط الجديدة هذي راح يحط لها لينكات في الدسكريبشن على كل كلاس لو حبيت تدخل بتشوف الكلاس حقك بتشوف النقاط الجديدة رح تلاقي الذين موجود تحت في الدسكريبشن غير كذا رح يكون في two traits في ريليك واحدة حاليا نحن لو تلاحظوا في كل ريليك بتلاقي trait واحدة في البات الجاي رح يكون في two trait ريليك واحدة فعشان تفك الحركة هذي رح يكون عندك في كلاس هول في الابقريض حق الكلاس هول رح يكون في عندك نقطة موجودة تحت تحت اللي هي two legendary رح يكون في عندك نقطة تحتاج من تقضي 20 ألف Class Hall Resource بعد أن تخلصها النقطة الأخيرة التي هي حق الريلك تحتاج 30 ألف Class Hall Resource عشان كذا حين من بدري حاول أن تفرم لل Class Hall Resource توصلها 50 ألف أو ممكن عندك بال Blood of Sargaris ممكن توصلها بالرقم هذا والشيء اللي بعده ممكن ناس كثير مو مهتمين فيه بس أنه سيكون في Bit Battle Dungeon الكويت ستأخذ من دولاران طبعا لازم يكون عندك أقل شيء Bit 1.25 بعد كيف تدخل في السيناريو تدخل في Dungeon مع بتاتك بالضارب البوستات الموجودة في الدناجين والآن جينا الآخر نقطة رح تكلم عنها في الفيديو اللي هي الدناجين طبعا رح يكون كارزان الأبر واللور رح يكون في منهم هيرويك يعني كارزان رح يتقسم قسمين قسم علوي وقسم سفلي رح يكون في منهم هيرويك من تدخل عن طريق Group Finder بالإضافة رح يكون في منهم Mythic Plus Arkway وCort of Star بوضو رح يكون في منهم هيرويك من تدخل في Looking for Group بالإضافة رح يكون فيه دنجين جديد صراحة جدا ممتاز جربته كان ممتع جدا خاصة البوست الأخير كان فيه شوية سيناريو فيه بشكل عام صراحة كان دنجين ممتاز ممتع هو طبعا مكان رح يكون فوق Red Tomb of Sargares غير كذا برضو رح يغيروا أشياء كثيرة في النظام Mythic Plus رح يضيفوا ستين ثانية في Black Rockhold رح يكون فيه برضو FX جديدة موجودة في Mythic Plus طبعا أول واحدة اللي هي Bursting إذا قتلت أي موب طبعا غير البوست رح ينفجر ورح يدمج كل البلاير 10% من تشبياتهم لمدة أربعة ثوانية هذا أول FX الFX الثاني رح يكون في الExplosive طبعا هذا رح يكون من لفل سبعة اللي قبله من لفل أربعة هذا رح يكون فيه شانس أن الموب بيسوي سمون لأورب كذا خضرة وبتفجر في المنطقة القريبة من البلاير طبعا هذا رح يدمج 50% من HP البلاير فأول ما تشوف الأورب هذا الجاي عليك حاولك تباعد عن طريقة والFX اللي بعده اللي هي Quaking رح تكون لفل سبعة بعض الأحيان رح يكون فيه زلزال تحت البلاير رح يدمجهم 20% بالإضافة أنه رح يسوي انترابت لأي سبيل بيسووه أتوقع الFX هذا رح يكون معاناة صراحة للكاسترات والهيلرات والFX اللي بعده رح يكون اسمه غريفيوس هذا رح يكون في لفل سبعة إذا انت كانت شبيك تحت 90% رح يجيك دوت بدمجك forever يعني ما رح يوقف الدمج هذا إليه ما تتهيل فوق 90% طبعا هذه هي الFX الأربع رح تكون موجودة الجديدة في الباتش الFX القديمة رح يعدلوا فيها في مثلا عندك الهيل هذي رح يشيلوها من الميثيك بلس اللي هي حقه الهيل البلوسترينج رح يقللوه من 45 يارد رح يصير 30 يارد النيكروتيك رح يخلص بعد ما تطلع من الكومبات يعني لو كان عندك استاكات كثيرة وطلعت من الكومبات على طول رح تروح منك غير كذا الدوريشن حقها بدل ما كان 10 ثواني رح يصير 8 ثواني الاسكيتيش نقصوه من 80% إلى 75% الفورتيفايت نقصوه من 40% إلى 30% الترينيكل نقصوه من 20% إلى 15% السانغوينج زودوه 8 يارد الارتفاك اللي رح تأخذه من الميثيك بلس من الدناجين اللي رح تكون طويلة كوقت رح يكون الارتفاكت باور أعلى من الدناجين القليلة مثلا زي ما هو في سول بالإضافة رح يكون فيه ارتفاكت باور من الصندوق الويكلي رح تأخذه في الكلاس هول وهذا طبعا رح يزيد مع المفتاح اللي سويته لسوات مفتاح عالي الارتفاك اللي رح تكون موجود عندك في الصندوق رح يكون برضو عالي إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يفتتكم حتى لبشي قليل وإن شاء الله أي معلومة جيدة رح تنزل عن الباتش رح أضيفها في الفيديو الجاي هذا كان كل شيء إذا عندك أي سؤال أو عندك أي استفسار أكتبه تحت في الكومنت ونشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر